المخاطر التي يعانيها القطاع المصرفي في العراق النتيجة عن التوترات الأمنية والصراعات السياسية وسوء إدارة موارد البلد ومقدراته أثرت سلبا على مستقبل البلاد هكذا أكدت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيفات الانتمائية في تصنيفها لمخاطر التخلف عن سداد الدين بالعملة الأجنبية في الآجل الطويل حيث أبقت فيه العراق عند مستوى باء سالب وهو ما يعني تعاظم المخاطر المحدقة بالبلد فيتش قالت في تصنيفها أن المخاطر السياسية وتخلف القطاع المصرفي وانعدام الأمن لا تعكس فقط عدم الاستقرار السياسي بل أيضا تفشي الفساد وعدم فاعلية الحكومة وضعف مؤسساتها الاقتصاد العراقي بقطاعاته المختلفة يواجه مخاطر كبيرة رغم أن البلاد تعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك البنك المركزي العراقي كشف عن انفاق الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 أكثر من 700 مليار دولار دون أن يحصل أي تحسن في الخدمات مؤكدا أنه منذ العام 2003 وحتى الآن شهدت الموازنات العامة في العراق أرقاما عالية دون معرفة أبواب انفاقها ولكن اعتماد الحكومات على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى نحو 90% من نفقات الدولة أظهر قصورا في الجوانب الأخرى وخاصة الجانب الاقتصادي بجميع قطاعاته مؤسسة فيتش الدولية قالت في تصنيفها إن الحكومة في بغداد ستكسب عائدات نفطية أكبر بكثير مما كانت تفترضه في ميزانية 2018 وهو من المفترض أن يؤهلها إلى تقليص مديونياتها هكذا تفائلت مؤسسة فيتش فهل يتفق العراقيون مع ذلك أم أن الواقع سيفرض عليهم أمورا أكثر من مجرد التظاهر والاحتجاج من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم